بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في الدرسة اليوم لنشوفوك كيف نقرأ الحرف N الحاجة المهمة لازم تعرفها في حرف N أنه N في الأنغلية تنطق في معظم الأحيان يعني تنطق بشكل عادي ولكن هناك حالة نادرة لم يتنطقش فيها سنتعلموها اليوم هذا هو الأمر الأهم لن نتعلموه اليوم صح نبدأ كيف نقرأ هذه نقرأها No ومعنتها لا هذه كيف نقرأها نقرأها Noise ومعنتها الضجيج وهذه نقرأها North ومعنتها الشمال الآن هنا تنطقت نقرأها الضجيج نقرأها Autumn نقرأ الآن نقرأها نقرأها كندام قرأنا الآن ولم نقرأها لماذا نقرأها؟ لأن الآن يكون قبلها أم لا تتقرأها هاي القاعدة التي هل أفهمني؟ الآن يكون قبلها أم الآن هذه لا تتقرأها لماذا عندك تمرين؟ طبكي وماذا تعلمت منها؟ طبكي هنا تطبق هذا الأمر هنا صح عندك كلمات هنا هاي وش راح تدير؟ قال لك Underline ما تسطر على Underline Silent and الآن الصامتة ثم ترح في الكلمات هادوما تشوف الان وراهي وتقول لي أسك صامتة ولا غير صامتة إلا كانت صامتة وش راح تدير تسطر عليها؟ In the following words في الكلمات الآتية عدنا الكلمات هادوما نبدأ ونقرأهم ونشوف وراهي الآن الصامتة وراهي الآلة هذي كيف نقرأها نقرأها لاند وش معندها لاند؟ معندها أرض كما Greenland معندها الأرض الخضراء البلد اللي جاية فوق الإنجليز هنا لان قرأناها ولم نقرأناها شو قرأناها بها Surland هنا هذي نقرأها Pain قرأنا لان لم نقرأناها شو قرأناها؟ Pain معندها الألم هذي نقرأها Column هنا ما نقرأناها الآن هذي أن صامتة وعلى شو ما نقرأناها الآن لأنه كان آم هنا يكون آم قبل الآن لان ما تنتقش هذي نقرأها Column Column معندها خانة ما هي الجدول التي يكون فيها خانات هكاية؟ هذي يعطلهم Column هاب يقول خانات هذي نقرأها Ink الآن قرأناها ولم نقرأناها شو قرأناها؟ وعلى شو قرأناها لأنه ما كاش قبلها آم Ink معندها الحبر نروح للمورة هذي نقرأها دام 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 معندها تبا كشغل تقول أف؟ شفين اللي في العربية نقول أف؟ هذي مش معندها دام دام هنا يا الان ما تنتقش وعلى شو لأنه كان قبلها آم هذي الان صامتة نروح للأخرانية تعرفوها جبل ربيك هذي نقرأها Name اللي معندها الاسم للإنسان Name هذي أحب يقول غير هذه الكلمات اللي كان فيهم أن صامتة ندرس تعليم هذا هو درس بسيط جداً شكراً للمتابر إصغاء أراكم في القناة في القناة في القناة في القناة في القناة